السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته النجاح في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة السادسة إذن اليوم لدينا درس الموشور القائم والأسطوانة نشر وتركي إذن حصة اكتشاف في الصفحة 122 إذن ننتقل إلى الصفحة 122 إذن نبدأ هذه الحصة بأكتشف وأتمرن إذن في هذه الحصة سنتطرق لموضوع الموشور القائم والأسطوانة القائمة كذلك إذن نبدأ بالسؤال الأول ولاحظ المجسمات التالية إذن هذا متوازي المستطيلات وكذلك متوازي المستطيلات يعتبر موشورا قائما لأن الموشور القائم ما هو الموشور القائم؟ الموشور القائم هو مجسم له قواعد فيمكن أن تكون قائدته عبارة عن مضلع مضلع يمكن أن يكون ثلاثي يمكن أن يكون رباعي خماسي سوداسي كيفما كان الشرط لكي نتحدث عن موشور قائم هو أن يكون تعامد بين الارتفاعات والقاعدة هذا الشرط الأول ثم الشرط الثاني الشرط الثاني هو أن تكون الحروف الوجوه الجانبية عبارة عن مستطيلات إذا تحق هذه الشروط فنتحدث عن الموشور القائم كذلك بالنسبة للأسطوان نتحدث عن الأسطوان القائمة إذا كان هذا الارتفاع عمودي على القاعدة على القرص على مستوى القاعدة الأولى والثاني أما إذا كانت الأسطوان بهذه الطريقة فهذه لا تسمى أسطوان قائمة لماذا؟ لأن هناك زاوية ليست قائمة زاوية منفارجة وهنا زاوية حادة وهذا يخرج هذه الأسطوان على القائمة إذا هذا باختصار ماذا نقصد بالموشور القائم إذا هذا موشور قائم وهذا موشور قائم وهذه أسطوان قائمة إذا هذا موشور قائم عنده قاعدة عبارة عن مستطيل وهذا قاعدة عبارة عن مستطيلة وهنا قاعدة عبارة عن خمس إذا نملأ هذا الجدول أملأ الجدول التالي إذا نبدأ بالشكل A المجسم A هو هذا إذا عدد الوجوه عدد الأوجوه عنده ثلاثة الأوجوه جانبية وجوج الأوجوه جوج القواعد إذا في النهاية عنده خمسة أوجوه طبيعة إذا إذا بالنسبة للأوجوه الجانبية بالنسبة لهذا فهي عبارة عن مستطيل إذا طبيعة هناك مستطيل وهناك مثلث بالنسبة للأوجوه الجانبية عبارة عن مستطيل بالنسبة للقواعد التي هي تهية وجوه فهي عبارة عن مثلات عدد الأحرف عدد الأحرف عندنا ثلاثة الأحرف بالنسبة لمثلات القاعدة ثم المثلات الآخر ثلاثة ثم عندنا ثلاثة ديلا الارتفاعات إذا في المجموعة عندنا تسعة تسعة أحرف عدد الرؤوس عندنا ثلاثة ديلا الرؤوس بالفوق وثلاثة تحت إذا ستة رؤوس اسمه إذن هذا موشور قائم ثلاثي نسميه موشور موشور قائم ثلاثي موشور قائم ثلاثي يعني قائدته ثلاثي بالنسبة للبي ايش حال عندو ديال الأوجوه دي نقطوك عندو جوج 4-6 ديال الأوجوه دونك 6 أوجوه 6 أوجوه طبيعاً تعهم تقريباً مستطيل مستطيلات تقريباً كلهم ولهذا يتم متوازن مستطيلات عدد الأحرف عندنا 4-4-4 إذن 12 حرف عدد الرؤوس عندنا 4 الفق و4 تحت 8 الرؤوس بالنسبة للإسم انتاعه فهو متوازن مستطيلات هو كذلك قلت لكم بأنه موشور قائم لأن قاعدته عبارة عن مستطيل موشور قائم قاعدته مستطيل إذن C C هنا يوجد من طبيعة الحال أنا سأعتبر هنا ثلاثة وجوه ثلاثة وجوه فهناك الوجهان اللي هما عبارة عن قاعدتين يعني عبارة عن قرص وكي نعننا وجه منحاني وجه منحاني هذا الوجه هذا اللي ضاير موجه منحاني عدد الأحرف حرفان إذن هذه الدائرة هذه نعتبرها حرف وهذه الدائرة دي للقاعدة الخرق حرف بالنسبة للرؤوس صفر لا يوجد الأسطوانة ليس لها رؤوس ثم ماذا نسميها نسميها الأسطوانة القائمة الأسطوانة القائمة بالنسبة للشكل الدي شحل عنده دي للوجوه لذلك عنده قاعدتين وعنده خمسة دلوجوه جانبية إذن في المجموع عنده سبعة سبعة وجوه لعيب كنا لدينا الخماسي وكين عندنا المستطيل الخماسي القاعدة عبارة عن خماسي وعندنا الأوجوه المستطيلة إذنіс كين الخماسي وكين المستطيل عدد الأحرف عدد الأحرف لدينا خمسة والخمسة التحت والخمسة جانبية إذن في المجموع 15 حرف بالنسبة للعدد الرؤوس لدينا خمسة الفوق وخمسة التحت إذن بالمجموع مجموع عاشرة إذن هذا موشور قائم خماسي على جسمنا خماسي لأنه عنده القاعدة خماسية هذا تولاتي لأنه قاعدته تولاتي إذن ننتقل إلى التمرين الموالي رسمت شام نشرين لمجسمين أنظر أسفلها إذن هذا هم النشرين إذن هنا ماذا نقصد بالنشر؟ يعني نحاول أن نفكدك الأوجه والرسمها يعني نفتوحة هذا هو المقصود بالنشر ألون بالأسفل قاعدتي الأسطوانة القائمة إذن القاعدة الأسطوانة القائمة هي عبارة عن قرص وبالأخضر قاعدتي الموشور القائمة إذن الموشور هذا قائمة تولاتي إذن قاعدته أنا لونه بالزرق ما عنديش الأخضر إذن هنا يا هدي يلقى إذن سعادة إذن بالنسبة للسؤال باء أنقلوا النشرين على ورقة ثم أركب كل نشرين للحصول على موشور قائمة وأسطوان قائمة إذن أنا قد نعطيكم الطريقة كيفاش ترسموه ولكن ما قداش نقطع ونرسموه إذن لماذا؟ لأنه فعلاً ليس سهل ترسموه هذه الأشكال أخو ما قيبانوه سهلين لكي ترسم هذه الأسطوانة وتجيبها مثلاً يعني لكي تريد تركبها وتقطعها وتركبها لكي تجيبها قد قدرها ليس سهل نحن نرى ماذا؟ إذن هنا لماذا؟ لأن الخطيار هنا يخصن في موعد مسألة بأن هذا الموحيط هذا الموحيط منتع هذه القرص هو هذا الطول سوف نرى هذا الطول في القياس الموحيطات الممساحة إذن هنا إذا اختارتي مثلاً القطر فالخطيار دير القطر هنا يرى مهم إذن كيف سنختار؟ إذن هنا الخطيارات مهمة هنا سوف نأخذه مثلاً القضية يعني نريد أن نقوله بأن القضية فيها الحساب ليس غير أن أرسم هذا الشكل فقط حسابات حسابات ودكالكول قبل أن نحسب إذن هنا مثلاً نريد أن نرسم هذه الدائرة مثلاً القطر نتعها جوش سنتيمتر مثلاً نريد أن نأخذه جوش سنتيمتر يعني الشعاع فيه سنتيمتر إذن هنبدأ بالدائرة إذن هنبدأ بالدائرة إذن هنبدأ بالدائرة إذن لنفريد بغينا نرسمه أسطوانا للقطر نتعها مثلاً القطر نتعها سنتيمتر إذن هنا بطبيعة الحال غادي ناخد المركز نتع الدائرة أو للقرص ثم أرسم هكذا أرسم إذن هنبدأ هنا هنبدأ بغيت أن نرسم هنا هنبدأ بغينا نرسم يعني هذا هذا هو المحيط متاع الدائرة فهذا المحيط يعني شعال غادي ناخد فيه هذا هو السؤال بلا يحتاج إلى نقطع شكل في قطاعها يحتاج إلى نقطع بشكل مواحيط وعد هذه المسافة يحتاج إلى تصوير كالكول ممي Congress مميungs很好 في كالكول ممي سنقوم بإمكاننا 3.14 ما هو الذي أعطينا 6.28 سم هذا الطول يجب أن نقوم بها 6.28 يعني 3.14 اليمين و 3.14 اليسار إذن لماذا نقوله 3.14 تعني تقريبا 3.14 بين 3.1 و 3.5 هنا يجب أن نقوم بها 3.14 أو 3.14 إذن هذا موقع النقطة الأولى و 3.14 هنا يجب أن نقوم بها 3.14 إذن دابا هنا سنرسم الارتفاع عن طريق الأسطوان نقوم بها 3.14 هنا لا يهم لأنه لا يؤثر إذن مثلا هنا ونحن أخذنا هذا لأن المهم هنا هو هذا المسافة هنا سنأخذ ثاني نرسم الأسطوان إلى الدائرة الأخرى لأنه لأنه دابا لنقوم بها 3.15 دابا لنقوم بها 3.15 لأنه سنرسم الأسطوان سنرسم الأسطوان إذن لحظة العملية هذا ليس سهلا أنك ترسم دائرة يعني ترسم أسطوانا وتقطعها إذا قطعنا مثلا هذا المنشور سنجد هذا الموحيط على قد هذا هذا المنشور الذي أريد أن أقول أنا يعني لا سنقطع فقط أنا وصلت لكم كطريقة أنت قطع ثم يمكنك تلقى الأسطوانا إذن بالنسبة للشكل الآخر كذلك بالنسبة للشكل الآخر إذن هنا في الشكل الآخر في الشكل الآخر يعني أخذنا 6 سنتيمتر في الارتفاع مثلا هنا مثلا نريد أن أخذ 10 سنتيمترات في كل في كل حرف 10 سنتيمترات حرف الأول جوج حرف الثاني جوج ثم الحرف الثالث جوج إذن هنا الحرف الأول والحرف الثاني إذن كذلك هنا يعني أخذ بنفس الطريقة الأول لماذا؟ لأن هذا يجب أن يكون متوازي متساوي الأضلاع يعني أخذ هنا البركار ثم سنحدد 1 سنتيمترات ونحدد التقاطل لأن الشكل مضبوط وإلا سيأتي المثلاتات نفس الشيء هنا لأن المثلات التي سنصد بها المشور القائم يجب أن يكون مضبوط هذا الشكل الذي يريد أنه واجد فقط يمكننا أن نقطعه ونوصله لأن هذا يقاس هذا يقاس هذا يقاس هذا يقاس هذا يقاس هذا فهذا سنبلعه ويكون قد هذا هذا المهم في هذه العملية لا يوجد أن تستعمل الميقص وتقطع وتلصقه لا يوجد أن هذا هو الذي صعب هذا العملية هي المهم هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة وهي حصة اكتشافية وتمرونية من كتاب النجاح في الرياضيات للسنة الخمسة